من الذي وضع هذه الورقة؟ مين؟ خمسة ستة سبعة؟ قاعدوا مع بعض وغربلوا شخصيات مصر كلها وانتهوا إلى هذه الأسماء يبقى إذن الخمسة ستة سبعة دول هم اللي حطوا جمعية تأسيسية لدستور مصر الخمسة ستة سبعة دول المجهولين وجهوا الأغلبية الموجودة الآن في المجلس ذات الطيار الإسلامي إن هم ينتخبوا دول ودول ومن قوة إحنا بنحتكم لقوة التصويت نعود إلى ما كان الحزب الوطني يعتمد عليه لما كنا في البرلمان نعود نرفص طوارق لا طوارق لا التصويت التوارق تعديلات دستورية لا تعديلات دستورية لا التصويت تعديلات دستورية النهاردة جمعية تأسيسية بموافقة الشعب بالتوافق التصويت هيا دي جمعية تأسيسية إذن الأمر كله في النهاية لا يخرج عن أنه إخراج لتمثيلية الشعب المصري كله هيدفع تمنها وعودة بنا إلى ما كنا محكومين به أيام الحزب الوطني طيب سيد حازمي البعض بيعتبر إن استحواز الإخوان والسلفيين على أغلبية تشكيل لجنة بيضعنا أمام حزب وطني جديد رأيك إيه؟ أولا برشامة لي بيتفكرني بأيام الامتحانات تم كنا ناس بتغش والغش حرام يعني برشامة غش والغش حرام اتفضل اللي راح مش عارف يقول إيه الحقيقة بس يعني مبدأ أيام كده كل أنا أتوقع لو ناس بتهمها مصلحة البلد إن يتفهم ما جاء بالمدى الستين إن الأعضاء المنتخبين يقوموا بانتخاب جماعة أساسية من ما يتعطوا المفروض إن المائة عضو دول يكونوا أولا خارج البرلمان تماما ويكتهدوا وده صعب ومش سهل على فكرة بوضع معايير موضعية تضمن التوزيع لكافة طواقف الشعب نتكلم على مسلمين وقابات نسبة عشفة 90 نتكلم على تمثيل نساء سيدات نتكلم على معوقين نتكلم على نقابات مهنية حط حاجة زي مصخوفة كده وفيه مناجع علمية لهذا الشيء إزاي توزع توزيع تضمن إنها تغطي جميع التوارف الشعب من خلال منهج علمي اللي حصلت كالقاتي إن تم افتراص الجماعة التأساسية من الإخوان وحزب النور افتراص لأنهما كان عندهم الخيار يعملوا صالح الشعب أو يعملوا صالح الجماعة مع احترابنا بقى الجماعة الإخوان لن هتكلم كتير عليهم الحقيقة أولا في حكم أحكام مصادر في عام 1991 المستشار عود المر في قضية مشابهة وقال إن لا يستقيم أن سلطة من السلطات الثلاث سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية هنا تقلق الدستور وقاله كلمة كويسة جدا قاله ما ينفعش المخلوق يقلق الخالق الدستور هو الخالق الدستور هو الذي يقلق السلطات الثلاث وبالتالي من يقوم بسرعة الدستور بيبقى محايد تماما عن الثلاث سلطات مية في المية أخوان أو مية في المية سلفين ده مفهوم الانتخابات البولمانية لكن مفهوم الجامعية التأساسية مفهوم مختلف حسب علمي وحسب علمي ناس كتير وسمعنا للفقيه برهم دروش وغيره نسمعنا ناس كتير جدا لأ المعايير هنا إزاي أضمن عدالة وتوزيع مناسب يضمن إن الدستور ده يعبر عن الشعب لما يجي مثلا نائب يكون جاي بخمسين في المية عمال الفلاحين جاي هو عن العمال الفلاحين وهيتطرح موضوع إلغاء هذه النسبة هو هيكون هيشتغل فيها إزاي كويس؟ يعني هيكون انحيازه فين تاني حاجة لما أنا بمنح سلطات للبرلمان وأنا عضو ببرلمان هنحازل سلطة البرلمان عن السلطات التانية الحاجة التالتة لما بيبقى فيه أحكام انتقالية على فكرة الدستور ده يعني المجلس الشعب الحالي ممكن جدا إنه مش يحل بس بموضوع القانون والقضية المحبوب المحبوب السوري لكن ممكن جدا بعد الدستور الجديد يتم حلو إذا لغيت مثلا خمسين في المئة مثلا وده اللي قاله السوري البشر إنه قال يجوز فمعنى كلمة يجوز إنه أنت ببرلمان قد تكون مؤقت طبعا لو جينا بقى فيه اللي بيحصل فيه محكمة القضايا الإداري والخاصة بيه عدم دستورية قانون مجلس الشعب اللي واحد الدستورية العليا وطبعا يا فدوربي دلوقتي زي ما الإخوان قالوا بايدوي يعني الإخوان لسا بطلعين بيان النهاردة أكيد حقيقة هتناقشوا بيان يحتاج أعدل واحده فهموا في الدرجة فعلا زي ما يكون حطت المسدس كده العسكري حطت المسدس وهيضغط على الزنات تليفون مش عايز يقول تليفون بقى عشان ما حانش يزعل رئيس محكمة الدستورية يقول لي ممكن في يوم في جنة ألم يحل مجلس الشعب فأنت كمان مجلس الشعب معرض للبطلان على أقل يا أخي يشتغل صح للأسف اللي حصل احنا طبعا كورة ثياسية وثورية في الشارع لأنه كان فيه مسيرة اللي طلعت مع الناس كتير من جامعة جامعة رابط رابط العدوية إلى قاعدة المؤتمرات وعدد كان لا بقى سبيع إطلاقا وجود كثير جدا من الشخصيات والعامة لرموز السياسية نحن نرفوا هذا الكلام وبنطلبهم من هم يرعوا كفاية بقى انحياز لمصلحة المصالح الخاصة الضيقة والبيان لإخواني النهاردة لازم الناس تذكروا كويس لأن فيه كلام كتير وما معناه أنه هم تلوا يخشوا في صدامنا على العسكر وبيتكلموا أنه الشعب بقى يبقى معانا فلا مع الدنيا مش كده بقى الدنيا مش كده فالحقيقة الحصر النهاردة فيه الاختيار الـ 50% وزي ما حضرتك قلت معمول بطريقة يعني طفولية جدا أنا حضرت جزء يعني في المجلس الشعب في الموضوع اللاجنة السياسية بس نزلت بعد كلمات المسيح ما عرفش إلا حصل التفاصيل دي لكن بيجي لي معلومات أنه معمول بطريقة غير محترفة إطلاقا يعني 2018 واحدة هذكرون إمتى دي يعني هو واضح أنه هو زي أسلوب الحزب الوطني الشكل وعيس المضمون أزهع سورة الديمقراطية وكلام فارغ فاحنا اتنقلنا من حزب وطني إلى حزب إخوان وطني كويس؟ أنا معيش أنا آسف أنا هكون حد لأنه ما بقاش في فرصة أنا واحد يكون محايد أنا فضلت محايد مع الإخوان كان ناشط محايد بيش كلمة ناشط يعني مهتم بالسياسة لغاية لفترة طويلة حتى أيام محمد محمود الأولانية كنت بقول للناس لا يا جماعة في بعض الشباب الإخوان نزل معاني وكنت بدافع عنهم لكن بعد موضوع الكردوني الإخوان وبعد ما حدث في احتفالة 25 يناير والزنبليط اللي عاملينها ودم الشهادة ألم يجف وبعد انهم يودوا الشروم الناحة التانية في سحل البنات النساء المصريات وكشف العزرية مسمعتش كلمة واحدة من الإخوان المسلمين أو الطيار السلف مش كل الطيار السلف في جزء الجبهة السلفية طبعا موقفهم مع الثورة ممتازة إخوان يودوا الشروم الناحة التانية على طول ثم ما حدث مع الأخ مصطفى بكري لما بيخون البرادعي وبيقول له انت عميل سقفوله وبسوله وكلام من رغم ان هما جمعوا 600 ألف توكيل أيام قبل الثورة وكتتنيكا بيروح عند البرادعي في الفيلا عنده بشرب قهوة انت هزين سياسية مفيش وقت لمجاملات خلاص الثورة هتضيع فاللي أنا بقوله بممتاع الحدة لأنه ده مش شعوري ده شعور كل اللي نزل نهارده في الميدان عمرنا ما كنا بنقول هما اتنين من همش امان العسكر والإخوان أنا كنتش بقول الكلمة دي على فكرة يوم ما طلعنا في مظاهرة إلى مجلس الشعب عشان نقول لهم استلموا السلطة خطول لك ردون إخوان الناس هاتي كان بتهتف ضد الإخوان بيع 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 السورة بديئة أنا كنت محتفظ شوية بالثاني أنه لا مش قوي كده جماعة مهما كان دول فصيل وطني معركتنا مع العسكر كان بعدين محمود غزلان طلع تصريح بشع عسكري قيب يا جماعة احنا مش ضدكم بس مين عمليكم سلطة عليكم انتو خدتوا مواقف ورا بعض عدهلكم أنا بذاكرهم كويس يعني وكنت بذاكر مجلس عسكري كويس عشان أقدرحكم احنا مش ضد جماعة ولا ضد أي جهة احنا ضد من يعمل ضد السورة بس ده اللي أنا عايز أقول شخص جمال يمكن الكلام